حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن القاسم عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أما عبد الرحمن فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما يحيى فذكر عن سهل قال يقوم الإمام وصف خلفه وصف بين يديه فيصلي بالذي خلفه ركعة وسجدتين ثم يقوم قائما حتى يصلوا ركعة أخرى ثم يتقدمون إلى مكان أصحابهم ثم يجيء أولئك فيقومون ما قام هؤلاء فيصلي بهم ركعة وسجدتين ثم يقعدوا حتى يقضوا ركعة أخرى ثم يسلموا عليهم حدثنا روح حدثنا شعبة ومالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة فذكر معناه إلا إلا أنه قال يصلي بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم يقعدوا مكانه حتى يقضوا ركعة وسجدتين ثم يتحولوا إلى مقام أصحابهم ثم يتحول أصحابهم إلى مكان هؤلاء فذكر معناه حدثنا روح حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا حثنا عفان حدثنا شعبة قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت عبد الرحمن بن مسعدي بن نيار قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرستم فجدوا ودعوا دعوا الثلثة فإن لم تجدوا وتدعوا أن فدعوا الربوع